قالت لي أستاذ خليل ما عدنا شك هاي الأمريكية قائدة المعتقل ما عدنا شك بخلاصك رئيسك ولا عدنا شك بولائك إله وأيضا خبرك هو يجلك ويحترمك ويفرح من خبرك قبل يوم ويقول له بكرة يجي أستاذ خليل فهو يقدرك هما طبعا هذا الاختيار وهذا الكلام تهي لأنه أنا خلي نقول مؤثر علي هم أرادوا أستخدم تأثيري علي كانوا طبعا غاطين بمعركة الفلوجة وواصلين لل يعني وضع سيء جدا وضع قواتهم سيء جدا بالفلوجة فقالت لي احنا طبعا وضع قواتنا بالفلوجة سيء جدا وهاي المدينة لا يمكن أن نخليها تكسر هيبة أمريكا يعني احنا أمام خيارين واحد من خيارين أما نستسلم وتكسر هيبة أمريكا وهذا لا يمكن أن نقبل به أو نضرب الفلوجة عن بكرة بيها بيدها أي سلاح خاص نستخدم السلاح الخاص الذري يعني حددته قلت نضرب نووي الفلوجة المسحة فعسى والعل أنه أنت مع الرئيس تكونون عامل مساعد نطلع المدينة من المأزق من هذا المأزق وانطلع أيضا نفسنا احنا كأمريكان وكقوة أمريكية وهيبة أمريكا بها المأزق المردود هو كبير على الرئيس أنه يخرج فحكت لي يعني تكلمت بالتفاصيل قلت لهذا الطريق اللي أنت ماشي به مع احترامنا لك وطريقك القانوني ما يوصلك قضية الرئيس يعني حتى بدأت تحكي تحكي الرئيس يعني خلاف ذولاك ذولاك اللي سابقوها كانوا يتكلمون من يذكرون رئيس يذكرون اسمه فكانت تذكر اسمه بطريقة يعني لائقة ومؤدبة قالت لي ما رح يوصلك للهدف اللي أنت تنشده هو أنقاذ رقبة الرئيس قلت طيب أنا كنت مسلم يعني الأمر محسوم يعني هكذا يفهم من من كلامها يعني الأمر محسوم خيارا أما يعدم ترى الطريق اللي ماشي بي أنت طريق قانوني وصل للعدام لأنه متهم بجرائم دولية أو جرائم ضد إنسانية أو طريق النجاة والأمر بسيط طبعا طبعا الكلام طويل يعني الكلام طويل طيلة يعني عملية السير بالسيارة بال الهام المدرعة كانت تكلم ويا بسأني ما رد أطيل عليك البرنامج قلت له شلون للرئيس والرئيس ما يقدر يقنعه إلا أنت وأيضا وعدتك بأنه هذا الحل إذا ما تم الاتفاق عليه ينأكس على وضع الرئيس نعم نعم إيجابا نعم قلت له شلون المطلوب مني وشلون المطلوب منكم والمطلوب من الرئيس يعني المقابل قالت للمقابل المطلوب يكتب خطاب بخط إيده من داخل المعتقل يطلب من المسلحين إيقاف إطلاق النار بالفلوجة وبكل مناطق باستحديدا فلوجة والدخول بتفاوض مع قوات الاتناف هذا الخطاب راح احنا نعقد لك مؤتمر صحفي اما بالمنطقة الخضراء ونفضل يعني الولايات المتعلية الأمريكية تفضل معادي السيناريو السيناريو عادي كله او بعمان احنا نفضل عمان قالت نجمع كل القنوات كل وسائل الإعلام وانت تقرأ الخطاب واحنا راح نوجه الكاميرات على الخطاب وعلى خط إيده إيقاب له إيقاب لهذا الخطاب يخرج الرئيس من المعتقل يختار حددنا لثلاث دول عربية يخرج إلها معزز مكرم شنية الدول العربية الدول العربية الأردن رقم واحد وقطر رقم اثنيا ومصر رقم ثلاثة نعم وعددوا لها تقريبا حتى أماكن يعني في أحد هذه الدول أنا شفت القصر اللي يعد ليكون قصر النهاية الرئيس في أحد هذه الدول ما يكتب مذكرات ما يلتقوا يأحد عدى أفراد عائلته يأخذ من يشاء لهاي الدول معزز مكرم جيبه متصل بالخزينة العراقية وأنت كذلك أيضا أنت معاه لا يمكن أن يعمل لا هو ولا أقرباء ولا من يعنيه بالسلك السياسي بس ممكن يرشح واحد نيابة عنه وليكن أنت أن نوصل إلى منصب نائب رئيس جمهورية فعلي يعني يعني سلطة فعلية مو سلطة شكلية هذا قولها وأيضا يعني إليك امتيازات وإليك هاي بس أقن عنها راحت أخذوني فمباشرة من فتحه الباب اللي يتواقف وهم حياني نفس التحية الله حيبه على الله حيذ ليم حمامة أو غراب قلت له والله إذا حمامة يمك يعني أنت تقدر تحدد تحدد النتيجة حمامة أو غراب يعني ملاطفة جلست حيشية الحوار اللي دار بكل التفاصيل مو مثل بالبرنامج اختصرتها أكيد بكل التفاصيل قال لي أستاذ خليل أنا يعني بعد هذا العمر الطويل يعني أقوم أهتم بحياتي أنا ولدت في العراق وأموت في العراق زايدا هم راح يجون طبيعة المفاوضات هل هي الندية لهم مفاوضات معتقل عن قوة قوة احتلال قلت له أنا بتقديري الندية مفقودة لأن أنت أسير عندهم ما راح يقدر يجبوني إياك وفد ويجلسون هما وأنت تدلسك بالهم عملية يعني من حيث الواقع والواقع العبلي الندية مفقودة قال أنا أريد لن ندية فأني أرفض ولدت في العراق وأموت في العراق وما أطلع منها إلا شيء ورفض العرض رفض العرض رفض العرض تماما ما توقف عن موضوع الفلوجة أنه من قل له لك نضربها نووي نقلت له هذا الكلام نقلت له كل التفاصيل يعني قدر تعلق الأمر يعني قدر تعلق الأمر بالأرض اللي يهم يعني حياتها قال أنا ما يعني أخذ الشعب بي وأخون أمانة القسم وأطلعت نعم حددت له حتى الدول اللي حددوا ليهن قال يعني هذا كل يعني كلها بلدان نهاية نحن شعب واحد وسواء قطر أو مصر أو الأردن المهم رفض العرض نعم واستمرت معركة الفلوجة في وقتها إلى النهاية اللي نعرفها احنا كيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر